هل التناول يغنينا عن الاعتراف؟ في الحياة الروحية ما نقدرش نحط حدود يعني نفرض أنا في بلد وجاي حاود يومين وماشي ومش هقدر اعترفه وأخد حل أنا أول مرجع في البلد اللي فيها أبا اعترفي هاعترف فما فيش الحدود المقفلة دي أنا هنقطب ربنا ابن مع بابا أو بنت مع باباها فما فيش التأفيلة كيف أشهد للسيد المسيح كصيدلي في خطوات أو تعليمات قدسك؟ يعني نصايح ترشدنا ليه؟ الصيدلة طبعا هي اللي بتقدم الأدوية والعلاج وعمل المسيح هو الطبيب اللي بيشفي وهو الدواء يعني مش بس اللي بيعطي الدواء لكن هو دواء الحياة فالواحد كله يعني كله كلية بتلاقي فيه ارتباط بينها وبين المسيح فالصيدلة بينها إنها المسيح الشافي الأمراض وهم من هدفهم في الصيدلة شفاء الأمراض فتدينا إن إحنا نتعلق بالمسيح يعني إن إحنا بنموارس مهنة الصيدلة لأنهم بنحس إن إحنا بنرتبط بالمسيح بتاعنا هو قديسة نطيس الأنطاقي قال عن الإفخارستية إنها دواء الخلود إنها دواء الخلود طبعا إن التناول دواء يعطي الحياة الإبادية هل هو واقف الصيدلية أو يقدر إزاي يعبر عن رسالة جميلة أو يعبر عن خدمة الناس بطريقة شاهدة للسيد المسيح أو شاهدة لإيمانه الجميل؟ كصيدلية هو واقف وبيد الدواء يطلب بركة ربنا وفي عماقه في الداخل مش ضروري يد يعمل الصليب بإيده لكن ممكن يعمله بقلبه ويقوله رب يقش في كل مريض سواء كان في الكنيسة أو خارج الكنيسة وسواء كان مؤمن أو غير مؤمن فإحنا أنت أب كل البشرية وطبيب كل المرضى ودواء لكل المحتاجين للأدوية فالصيدلية يقدر يشغل قلبه في الداخل ويرشن به الصليب ويطلب بركة ربنا وبعدين يتذكر إن إذا كان ده دواء لمرضى للجسد فالمسيح نفسه دواء للمرضى بالخطيئة أو للساقطين بسبب شهوات الجسد نفسه